قضية الحكمة في تشبيه المؤمن بالشجرة الطيبة وتشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة من القيم يقول أن المثل له فيه من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم الله الذي يتكلم به وحكمته البالغة وحجته الدامغة ولذلك كان يكفر من ذكر هذا المثل وكذا شيخه تقي الدين شيخ الإسلام من تيمية على اعتبار أن هذا المثل شوفه بالضبط وشوف المعاني اللي فيه وطبق الكلام ده أنت بتدرس قضايا توحيد العبادة والإيمان وللشجرة لابد لها من عروب وساق وفروع وورق وثمر فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه به فعروقها العلم والمعرفة واليقين وساقها الإخلاص وفروعها الأعمال وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات المحمودة والأخلاق الزقي والسمت الصالحة فيستدل على غرص جزور هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور يعني إذا كان فيه إخلاص شجرة الإيمان باينة في قلبه المحبة أثرها باينة الإخلاص ظاهر على البدل الراجل العقيدة بيتكلم فيها بمنطق حلوة الإيمان حسس به السعادة والبهجة في حياته فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه وكلمة مطابقا لمعلومه يقصد بذلك التأوية الدلم النص مش كده وبس وأن تكون النصوص على الحقيقة التي يقول إليها الكلام فاكريني المعنى الأول من التأويل اللي هو إيه الحقيقة التي يقول إليها كلام فتأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذ هو ده التأويل تأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر هو استخدم العبارة دي وتحكمنها المعنى اللي أشار إليه في مواضع أخرى عن التأويل العلم يكون مطابق لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به والاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله والإخلاص قائم في القلب والأعمال موافقة الأمر والنهر عرفته واسد ويه إذا كان ذلك مشابه لهذه الأصول مناسب لها علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفروها في السماء وإذا كان الأمر بالعكس علم أن القائمة بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار على فكرة الأمس لديت ماهيش بسيطة يعني بعض أخواني يقول لك نحن مؤمن زي الشغرة لا دا حناخد منها علم وأسرار في حل عقد عندما نتحدث عن قضايا الإيمان وقضايا التوحيد وما اختلف فيه كثير من الناس نسأل الله أن يهدينا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه بقول من الحكم خلي بالك إن الشجرة صح صح معايا يا خلي لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها فإذا قطع عنها ماء السقي أو شكت أنتي بس ونوعية الماء اللي بتشرب مش كده برضو قصد دلوقتي فيه بعض إخوانا ربنا يهديه في المزارع والنظام الحديث اللي بيروه بالتقطير وكلام من ده بيحط مواد إضافية علشان يخلي الثمرة تنتج على غير أوانيها فيزود بتاسيم يزود مش عارف كلور يزود معرفش إيه المهم يزود من معانا على الأساس يخلها شكلها أحمر شكلها كذا وكلام من ده فالمهم بتأتي على غير أوانيها على غير نظاميها فما بالك بقى لما يضف لها كمان مواد أخرى قد تسبب في السموم يعني يحط للشجرة من تحت كبريت ولا مادة سامة زي ما عملوا مرة في البطيخ أخي بالك إزاي فكريل السنة اللي مات فيها في سابة البطيخ ده لأن الرجل ده زرع البطيخ في الموز وحط له مادة لعشان تنفع الموز ضرت البطيخ فسقي الماء الشجرة نفسها بيأثر فيها فإن كان الماء عزب ونقل أنزل من السماء ماء فسالت أو ديتهم بقدرها غير الماء الراكد اللي كله مكروبات وكله أرف نفس الكلام إذا كان منهج ابتداء عقلي بيسقي الإنسان من الشبهات والشعوات الشجرة هتطلع هتبع شجرة خبيسة وحتى إن كان فيها صلاح ممكن تضر إنما لو كانت نقية والشخص يروى بكتاب وسنة بفاهم سلف الأمة هتلاقي الشجرة في أبها ما يمكن وأجمل ما يمكن تذكروا في هذه يعني حكمة التي ذكرها العلامة من قيم عشان كده أقول لك إيه فالإيمان يزيد وينقص والغرص إن لم يتعاهده صاحبه أو شكان يهلك ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عبادي بأن موظفها عليه يعني أقول أصلا لو ربنا سبحانه وتعالى خلي بالكم الحكمة دي يا خن جعل الإنسان من غير تكليفه لعباده أنت عارف عمل زي السمرة اللي تخني بخلاف لما يكون حوالي منها الشغل حافظ عليها وحطها كذا العود كذا العود كذا عشان إيه تصلح فهو لما يوظف في هذه العبادات فيه نفعله ونفعل الآخرين وثواب عظيم من رب العالمين يعني حتى شوفوا مسأل بسيط أنا كنت ذكرت لكم مرة إن في فرنسا كان فيه مسجد الناس بتصلي فيه بيصلوا جماع فيجي يبصوا ولاقوا الفرنساويين والنساء الكاسيات العريات جايين وقفين في الصف وبيصلوا مع المسلمين هم طبعا مش فاهمين حاجة بس هم بيركعوا وبيزجدوا وبيعملوا حركات مين المسلمين ايه اللي بيحصل ده طب الناس بيسألهم يعني انتوا جايين تعملوا هنا ايه بالزبط انتوا مسلمين قالوا لا احنا محناش مسلمين بس الدكتور بتاع العظام اللي احنا بنكشف عنده قال ان عشان سحقه تبقى كويسة تعملوا ايه نفس الحركات اللي بيعملها المسلمين في الصلاة فجايين عشان يعالجوا نفسه ومش جايين عشان يصدوا خبالك ازاي فهو حتى الوظيفة او النظام اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله جعله سببا في صلاح البدم وفي الصحة وفي مورونة العضلة والجهاز الحرك في الانسان مفيش خشونة وتلاقي يعني علماء الطب بيبا متكلموا على الفوائد والحكم المتعلقة بالصلاة عظيمة جدا جدا خلي بل حكمة تانية من الحكم دي مش هطول خلاصة ان الغرس والزرع النافع ربنا من حكمته انه ادرى العادة ان لازم يطلع حوله نبت غريب حشائش بتطلع حوالين الايه الشجر ليس من جنسي ينازع الشجر على رزقه لا نفع فيه وشارك الشجر ماء سقياه ومادة غذائه انت عاهده صاحبه ونقاه وقلعه او قلعه ونظف المكان وسواه استكمل الزرع نماء تبلو سابه مشكلة جولة المحصول بيضيع وفي نفس الوقت ما تعرفش تنقي من سمر الخبيث لكن شوف الفلاحين بيعملوا ايش معنى في حرص الارض بيبقى حريص انه ما يسيبش اشايا او حاجة بعيدة عن الزرع غلط يغلط خلينا نتكلم بلغة اخواننا اللي بيشتغلوا في الحشائش اخبلك ازاي يحوشوا يحوش الغلط والدنيبة والاشياء اللي بولوا عليها دي بحس يخلي مثلا القرز يعني خالص كده وفيقان يقول لك ده اشوف النبات فيق ازاي ليه هو بيأتي على الخبيث فيزيله لان المسألة مسألة منازعة بين حق وباطل كذلك بالنسبة للزراعة والشجر يقول لك ده اوفر للثمر واطيب وازكى في منفعته وان تركه اوشك ان يغلب اوشك ان يغلب عليه النبت الغريب على الغرز ويكون الحكم له والقوة للباطل ونفس الكلام احنا لما اكلمنا مرة من حوالي فترة طويلة جدا اذكر الله يرحمه الشيخ صفوة نور الدين كنا عاملنا اجتماعا للدعاء في برصعيد انا فاكر كان في مجمع عمر الخطار الكلام ده بقى له حوالي خمستاشر سنة تقريبا اول ما تولى الشيخ صفوة نور الدين رئاسة انصار السنة فكان انا اقدمت اقتراح بان انصار السنة تنشئ قناة فضائية اسلامية تعبر عن الايه عن العقيدة والتوحيد فكانوا يبصوا لي باستغراب اخبالك ما هو قلهم اخوانا يعني هما عندهم ان الايه طالما فيه ديش وطالما فيه طبق فضائي يبقى ما فيش غير الفسك والحلاة تمهونت لو سبت المكان لهؤلاء يسيطروا على الاعلام المجال اللي حيطلع فيه النبت الاسلامي في ايه هتفضل الامة على هذا الوضع وسبحان الله تمر الايام وتنشئ الان قنوات فضائية اسلامية ملاش عدد معين المفترض ان يكون جماعة زي انصار السنة المحمدية في مصر لا قناء فضائية معبرة عن دعوة التوحيد مش عارف والله هم سيبين كده لايه المسئولية دي عظيمة جدا وانا وناشد اخونا او اخانا الفاضل استاذ الدكتور عبدالله الشاكر ان المسئولية دي حطها في رئابته مسئولية امام الله تبارك وتعالى فأسأل الله ان يعينه عليها لكن ده المطلوب صحيح ان القنوات الفضائية كتير وكل واحد بفتحها سواء قناة خاصة استثمارية او حسب النية لكن ربنا سبحانه وتعالى يكثر منها لان الكثرة منها تؤدي في المقابل الى قلة التأثير بالنسبة لقنوات الفسق وانتان كثيرة وهذه انت شفتوا مجموعة قنوات قليلة اصهرت في عالم الاسلام الزاد واظهرت صحوة طيبة واسأل الله ان تستمر وان تقصر وان تتوحد فيها الجهود وان ينزع ما في القلوب من ضغاء وخلافات اللهم امين حاجة كمان معلشة من الحكام هي ومن الحكام من الشجرة يؤثر اصلها على فرعها مش كده ومن تانية كمان ويؤثر فرعها على اصلها الشجرة اصلها يؤثر على فرعها وعلى اوراقها والاوراق والفروع تؤثر على الايه العام المشترك فالايمان بيزيد بالطاعة وكل ما تزيد الطاعة يزيد معاها الايمان ويقوى اصله في القلب كذا الحال بالعكس لو ايمانه قليل في القلب بتنقص الطاعة زي ما نقول نبات مش متعرض للشمس كويس ما بيطلعش جزوره كويس ماذا كده برضو الندى مش نازل عليه المطر مش نازل عليه زي ما شوفنا مثلا قل لك محصول الفول ما نزلش مطر يا شيخي ربنا سبحانه وتعالى ينزل مطر لان الفول السنادي كله ما نزلش مطر فتأثر الفول فالميا لاني بتنزل من فوق اخي بلك ازاي بتغسل الزرع وتأثر في الاوراق وتؤثر ايضا في الجزور والنماء وكذا الحال بالنسبة للجزور انا حس انني طولت عليكم اخر حكمة من الحكمة المتعلقة بمثل الشجرة بعد ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم مبارك على محمد بقول لك ان الشجرة ربنا ضرب المثل دقة متناهية في المثل دي عشان تشوف شجرة الايمان تنفي اي عضو معطوب فيه اي عضو معطوب في الشجرة بيسقط على طول تنشي في الورقة تلاقي ورقة خربت في الشجرة او سقط ما تسيبهاش اخبالك ازاي اي عضو معطوب فيه تبعوا النخل يا شيخ تم الفرع الاخضر بينشوف بس يبقى نافع لغاية ما يؤخذ اخبالك ازاي يعني اي عضو معطوب في الشجرة لا ينفعها تسقط فالورقة تسقط ان لم تكن فعال والفرع تتهاوى ان لم تكن قوية حمالة حتى ان اخواننا بعض اخواننا شفناه في مزرعة في زارع مانجة بس هم عاملين اه يعني في النبات المانجة النوع بتاعها كبير اوي يعني المانجة طلع لها كيلو او كيلو ونص والشجرة ما تتحملش الكلام اخبالك ازاي فيقوم يقصوا ايه الفروع معانيا بتنزل بمانجة كتير لسه في بداية تكوينها لك لا انا بنزلها لان ايه دي ممكن تأثر على الانتاج على اعتبار ان الفرع الكبير حيطلع سمر كتير وكويس فهو حتى قبل ما يعمل هو بدريسه لكن هي الشجرة بطبيعتها ان اي عضو فيها غير نافع بتنفيه وكذلك مثل المؤمن اذا اذنب زنبا او اصاب مالا حراما او اصيب بالبلاء والمحن استغفر ربه وطهر ماله وزكى قلبه كذا الزكاة وكذا الصدق تطفي اونار الخطي لما يلاقي ان الفرس او كان شغل النهاردة في حوالي عشرة في المية مكر اخي بلك ازاي وعشرين في المية يبقى عامل حسابه انه يتصدق بمثل هذا الجزء ولك والله انا حاسس ان في حاجة ماشي كويس عنه لا يرضى بالحرام ما يضارش لان طبيعته طبيعة زكية طاهرة حتى يكون طيب الرائحة كثير النفع له ولغيره كما هو حال الشجر طيبة في نفعها ريحها طيب ثمرتها طيبة ينتفع بكل جزء منها ساقا وفروعا اوراق مثال بقى الاخير في الشجرة الخبيثة التي اشتست من فوق الارض ما لها من قرار لا عروق لها سابتة ولا فروعالية ولا ثمر زكي لا ظل لي مست ظل حتى فيش في وراء تغطي حتى ظل ولا سق تنمو ولا عرق الشجرة دي نصرها ايه الحرق اش كده بيعملوها حطب تجتس من فوق الارض الوقود والحرق كذلك المشرق والمجرق والكافر والمنافر والكذاب والفاجر ما يلبث ان يراود ويقذب ويتحرى الكذب وعدا ينكسر ويؤذي الاخرين ويأكل اموالي الناس البر ولو كانوا فقراء مساكين لكن في النهاية ينال عقابه تقطع يده او يسجل او يقتل او يرجم او توافيه المنية على ضلاله وكفره ليحرق في جهنم نسأل الله تبارك وتعالى السلامة في الدنيا والاخرة وان يكون المؤمن كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرها في السماء اشتركوا في القناة